مخيمات صيفية في محافظة مأرب إذ تحاول السلطات المحافظات المحررة هنا عبر أنشطة متنوعة توعية الطلاب بكيام الجمهورية لمواجهة خرافة ميليشيا الحوثي بمساعيها المكثفة منذ انقلابها والعمل على تمصي هوية الجيل عابثة بمفاهيمه ومبادئه هدفنا فيه إلى تنمية الفكر الإيجابي لدى الطلاب وغرس المفاهيم السليمة وتحصينها من الأفكار الدخيلة وكذلك إلى غرس القيامة الوطنية والهوية الوطنية جهود مبدولة بشكل ملحوظ لتنمية مهارات النشء معززة ثوابتهم الوطنية ومن خطط تأهيل وتدريب للمهن وتبادل للخبرات تحصينا من أفكار الميليشيا الهدامة خاصة في جوانب تعليمية وتربوية حتث عن العلم والوع والثقافة والارتقاء بأخلاق بجيل صاعد جيل متمثل بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أنشطة ثقافية وأنشطة علمية وأنشطة رياضية ودوري رياضي إضافة إلى لعبة الشدرنج وغيرها من الألعاب كرة الطائرة وكرة القدم برامج مختلفة هدفها إكساب مئات الطلبة معلومات علمية ومعرفية وتطوير هوايات فنية ورياضية توجيها للسلوك وتغذية للروح بما يعود بالفائدة المرجوة على الفرد والأسرة والمجتمع يعد الاهتمام بالشباب اليمني وسقل مهاراتهم استثمارا وطنيا يكون الناس هنا خاصة في ظل الحرب واستماتة المتمردين في العبث بثوابت أجيال متعاقبة محاولين استهدافهم بيتهم وتمديد خياراتهم في الحياة خليل الطويل ثلاث بالقيس مأرب